في حتى شخصية إيرانية سياسية طبعاً كان إلى دور بأيام انتخاب رئيس عون إلا هلأ حوالي الأسبوع في لبنان عم تعمل هالجلجة اللي فاتت بقسة مسمية ملف مهم اللي حد ما هو ملف الترسيم فعندك أمر الصناعي مش عم بتذكر اسمه الفرنش الساتلهايت في عندك أمر طابعي كان للبنتاقون اسمه أتلاس 5 لقطوا عدة فيديوهات وصور وفجأة ما ظهر شي منها فبرأيي أنه هاي الأمور اليوم تاخدت بمحل الماء لا تدفع بتسريع ملف الترسيم خلال الأشهر الآدمة كل ما عم نقرب على الوقت وما عم نوصل بعد لحلول عملية وهالشي طبعاً وصول للحلول العملية مستبعد اليوم كل ما يصير فيه احتمال الروحة على الأبضل الحديدية أو العمالة الأمنية واللي رح تكون إلى ردات فعل كمان ما حداً بيتوقع شو ما عقول تكون الموضوع أوروبا صراعونا فيها صراحة الخبرية أنه طيب أوروبا هالقدة عايزة كمحاق الإسرائيلي اللي تمت مد مده ولا عايزتنا اللي احنا بدنا فوق السنة لحد بلش نستخريج حتى للوليات متحدة مش هالقدة مشاردئين زالمي متهم وجي بدك تنمر وطعطي ودعم الأستاذ مدرسي على الكل وبزيت الوقت ما أنت صفتك حمرة لو تحكمت كنت تجرد من حقوقك المدنية ومحلك الفعلي هو السجن الحبس أستاذ ألفراد شو رأيك بقضية طعن الكاتب البريطاني الهندس سلمان روش دي والفتوى القادية يعني بإراق الدم طبعاً اليوم نستهجن أي عمل عنفي لو مع أي طرف بخلفنا الرأي ولكن بزيت الوقت هاي مسئل صحيح أخذت هالمرة طابع جرمي ولكن كل قضية بتخص ديانات معينة خاصة لما تكون هالديانات مننا نحنا جزء من ديانتنا أو أي حدا هم بحكي مش بس ديانتي أنا بيما هم بقول أنه هاي دي مسئل شوي حساسي التعمق والكلام فيها أكيد بالمطلق إن كان شو ما كان انتماء وشو ما كان العمل إنه طروح لعمل عنفي ومحاولة قتل هذا الشي مستنكر ومستهجن بس بزيت الوقت المواضيع الدينية كمان للأسف بعد بعصر هالأمور هاي دي شوي بتاخد حساسيه زي دي وخاصة بمجتمعتنا الشرق أوسطية كيف بتقرأ نفي الحزب لعليقته بالطعم والطاعن؟ ما فيه هلأ ما صار أي أثبتات الشاب هو من بيت مطر طقل وعبتم التحقيق معه ممكن يتأثر بأجواء العنفية نعرف في حزب الله اليوم دي ما بنت فكرته أو بديته وكل التيارات إجميلة وأكترية التيارات ما بدأ ننظم كل التيارات اللي بيكون عندها منهج معين ديني بمنهج أي دين عم نحكي بتاخد أحيانا طابع العنفي مسيرة حزب الله ببديتها كمان كان عندها طابع عنفي ولا زالت لليوم طابع عنفي بيوصل أحيانا لارتكاب أعمال إرهيبية هلأ بذات الوقت كمان بعض بينظر لها بمنطق الإرهيب بعض بينظر لها بمبرر ولكن ما فيه بعتاد لهلأ أي أثبتات عن طورة مباشر لحزب الله هذا ما بيعني أنه حزب الله ما كان عبيعمل أعمال مصنفة إرهيبيا بالأرجنتين بإفريقيا بالكويت بكتير دول بالعالم نوصل نربط اسمه بحسب تحقيقات وإثباتات متعددة بأعمال إرهيبية بس بهذا العمل بالتحديد بعض الأمور منا واضحة كتير لمحت بحديث سابق لألك لعملية أمنية ممكن أنه يكون حزب الله عم بعدة بالنبعة فإلى ما استندت بتأديراتك ومين ممكن أن تستهدي في دائماً نحن بيجينا عدة عنه تواصل مع الكل وبيجينا دائماً معطيات هالمعطيات اللي أخدت شوي هالمرة طابعة نتفي وجه أمني تحدثت عن وجود واستئجار مئات الشقاء بمنطقة النبعة لأشخاص مقربين لبنانيين مقربين لحزب الله ولأشخاص كمين غير لبنانيين طبعاً من دول المنطقة عم نحكي غير لبنانيين مش عم نحكي أكيد فرنسوية أو طليين فهذا الأمر كان أثار إذا بدك الاستغراب بعض الاستغراب طبعاً هذه منا محصورة واحد يستأجر بوين من بمنطقة تانية بحضن أكيد بس ولكن بهالكمية وأنه يكون فيه تنظيم حزبة على خلاف مع محيطه أو محيط المنطقة أو جزء منها أثار إذا بدك الاستغراب وبالتالي طلبنا بأحدى المؤخراً الأطلالات أنه كمين يبرروا هالشي يعني ممكن يكون هيك يعني يساعدوا عالم وممكن يكون لها أبعاد أمنية عسكرية ما حداً بيعرف لوين توصل الملفت شغلي أنه المناطق هذه اللي عم بيتم فيها الاستأجار هالشياء مثلاً هي النبع اليوم وفي غيرها أكيد من المناطق ولكن بوطيرة أقل ما فيها أثار لما يسمى سرايا المؤومة اللي هي تنعرف تنظيم جميلة بيكون مخترق بالفئات غير الشعية فبالتالي قال لك هون وهذا سيناريو عم نحكي هون واحتمال أنه بيكون عندهم هونيك تواجب من خلال هالأشخاص اللي عم بيحطوا بهالمناطق هلأ فيه نظرية تانية بتتوقع بعض الضربات وأنه بديك حمين حاضنة لقلهم بس الحواضنات بيعتابة تكون بمناطق مختلفة عن النبعة وبالتالي أنت مش بحاجة لهالمقاربة هادي أشخاص موجودين بهالمحلات هادي يعني برأيك ما بتتوقع ممكن بالقريب العاجل يصير في خطة أمنية؟ بالقريب العاجل لا ولكن الاستعدادات دائما موجودة خلال أشهر الأدماء كل ما عم نقرب على الوقت وما عم نوصل بعد لحلول عملية وهالشي طبعا وصول للحلول العملية مستبعد اليوم كل ما يصير فيه احتمال اللي روحة على الأرض الحديدية أو العمالة الأمنية واللي رح تكون إلى ردة فعل كمان ما حدا بيتوقع شو ما عقول تكون هلأ بعتقد اليوم مستبعدة علما أنه كمان اليوم الغيوة الأمنية وخاصة الجيش بعتقد ما بعتقد بيقطع أي عمل أمنى بيحصل بمرؤ مرور الكرام فالمؤسسة العسكرية بهالناحية نوجه لهم هون التحية عينها سهرة بتكون وأي عمل بده يصير بعتقد رح يتأخذ بحزم هل برأيك ممكن يكون شهر أيلول اللي يحكي عنه النحامي بيحمل حرب محتملة بين الحزب وإسرائيل خصوصا مع اقتراب الاستحاء الرئاسي نروح بالتحليل ومؤشرات ما في مؤشرات فعلية على الحرب هلأ في بعض مصادر وأكتر شي عم تكون مصادر الممانعة إذا بديك عم بتأكد أو عم بتروح على أرجحية إنه يصير في موجهات وحرب بخلال شهر أيلول بس نشوف إنه أول شي شو مصلحة الأطراف بحرب هلأ من بعد ما المفوضات الترسيم قطعت شوط كبير وأي حدث من هالنوع بحتيت رح رجعها لنقطة السفر هاي واحد اتنين استعدادات عملية لوجود حرب وأفاق استراتيجية لها الحرب هايدي اليوم بها الفترة القريبة كمان ملنة موجودة أو ضعيفة تنقول فمن نحيتي بستبعد مع أنه في كثير اليوم من عم نحكي المقربين ومن قلب محور الممانعة عم بيأكدوا أو عم بيكون عندهم شبه جزم على أنه الحرب رح يكون في موجهات بالفترة اللي هي بتكون قريبة أو خلال شهر أيلول يعني بتعتبر نوعا ما ممكن أنه اللي ممكن اللي عم بيصير أشبه بحرب نفسية أكتر ما أنه هي حرب فائلية صح أول شي لعام المفاوضات كل حدا بيقول بيستعمل سلاحاته اللي ما بتودي بالضرر ممكن تنفع بس ما ممكن تضر ما بتسبب ضرر كبير الحرب أكيد أي طرف بديفوت علي رح يكون أضرارها أكبر مما نفعها ولكن تستعمل أسلوب التفاوض وأسلوب الضغط وأسلوب أحيانا التهديد والوعيد وكل هالأسلوب هايدي وهي مشرعة بلا حد ما هي ممكن تجيب أحيانا نتيجة ومنذ مواحد ما يتكلفش فترجيحي نعم عم نرجع عم قول ترجيح هلأ أوكي لو الإسرائيلي نقب ما مبنا نشوف كمية ليش الإسرائيلي بدي يستعجب ما الإسرائيلي عنده تسع حقول اتنين موضوع أوروبا صراعونا فيها صراحة الخبرية أنه طيب أوروبا هلقدي عايزة كمحاق الإسرائيلي اللي تمت مد مده ولا عايزتنا اللي احنا بدنا فوق السنة لحد بلش نستخريج التاني هاي شغلة التاني شغلة بالنسبة حتى للوليات المتحدة مش هالأد مشاردئين بمصالح أوروبا إذا بيكون ماشي حال وضعون هالأد ولا لأ بالعكس يمكن وجود أوروبا لحد ما طبعا محافظة على قوة معينة مش كثير تضعف كمان هي مصلحة تعطي إذا بدك امتياز للوليات المتحدة يعني أدفانتج هلأ بذات الوقت كمان ما بدون أوروبا ضعيفة لأنه منعرف الروسي هون ممكن يستغل هالوضع وياخد بعض الأطراف لصالحه هل بتعتقد أنه الاستحاء الرئاسي يعني الانتخابات الرئيسة الجمهورية رح تتم بأيلول أم أنها رح تتأخر وتتأجل بتشرين أصديقي ولا بأيلول بأي مبكرا هي لا بعتقد ما في مؤشرات رح تصير في انتخابات رئاسية اليوم رئيسة الجمهورية بلبنان مع أنه ما وقع وعملية كل شي اسمه رئيس وغير رئيس حتى وحكومة ومجلس نواب برأينا ما قالها كتير تأثير كبير إلا بعض التأثير أكيد مش هالتأثير الدراماتيكي اللي بيقلب معادلات لا مؤشرات اليوم على انتخاب رئيسة الجمهورية ما عمشوف أي عملية جدية بها الأمر بذات الوقت نحن بنعرف أنه رئيس عملية انتخاب الرئيس الجمهورية بلبنان الكل بيقولوا بيبلوا إيدون فيه يعني عندك الكورة المحلية إلى كلمتها ما فيك تتخطيها ما في شي اسمه إجبار كان تصير يمكن بمرحل معينة عييم الاحتلال للسوري ممكن هاي واحد اثنين عندك الأطراف الأقلمية بتعطي كلمتها وثلاثة عندك الأطراف الدولية كمان عندها كلمتها بهالموضوع فما عمشوف بعد توافق شامل بهالمسألة هاي دي اللي عمشوفه هو اليوم هي استكشاف عملية استكشاف سكاوتينج الغرب عم بيعملها الفرنسي الولايات المتحدة الخليجي لحد ما السوري حتى ومؤخرا الإيراني وهون بيأطيكي شغلي هون في حتى شخصية إيرانية سياسية طبعا كان إلى دور بأيام انتخاب رئيس عون إلا هلأ حوالي الأسبوع في لبنان عم تعمل هالجلجة اللي فاتت بأسة مسمية الاستكشاف أو السكاوتينج ففيه هلأ اليوم شخصية إيرانية موجودة بالبلد وعم تشتغل على المسألة هاي دي كمان تعتبر أنه يمكن عم ينتظروا نوعا ما الاتفاق النووي وندخل بالتالي بفراغ إلى حين أنه يترسم فعليا معالم هيدا الاتفاق هلأ كل ما يكون فيه تقيره بين الأفريقاء كل ما تصير عملية توافق على أمور علقانة أهيا بس كمان ما فينا نحمل بس الاتفاق النووي اللي حاله هي بتعلق الرئيس يعني الإيراني والأمريكاني رمستعد يعمل اتفاق نووي في رئيس ولا ما في رئيس هلأد نحنا أكيد نحنا البنية بالنهية بس ما نتوقع نحن هلأد تأثيرنا كبير إذا إجينا رئيس يعني الأمريكان بينبستوا كتير أو لا أو الإيرانية هالأد يعيسوا هلأد نصر كبير لإلهم طبعا كل طرف بفضل يكون عنده ناس من السلطة قراب لإلهم بس بذات الوقت هل معادلة هاي دي إننا هلأد تأثيرنا كبير منا دقيقة بأعتقد اليوم الأكترية الأطراف عم تفتش على حدا عنده خلفية أو بروفايل يكون غير بسموه بالتعبير غير صدامة مرضى عليه بس كمان بدك بروفايل يقدر اليوم ياخد ملفات حساسة على بلدان الجوار مثلا يقدر يتعاطم مع السوريين بملف اللاجئين يقدر يمكن عندك عملية السلام مع الإسرائيلي اللي بلشت عم تاخد نوم نحيز خفيف اليوم غير مباشر عبر عملية الترسيم هل في شخص كمان بقدر يعمل هشي ممكن ما بقول لا بدك شخص كمان يقدر يتعاطم مع الأفريقاء بلبنان ومنعرف كل واحد برأيه وكل واحد عنده حنكة معينة فهالبروفايل هيدا يقدر يتعاطم مع ملفات ساخنة بالمنطقة ويكون عنده الإدراك كمان على التواصل الداخلي ما بعتقد الكل عنده إياه اليوم في أسامي بتنتراح في أسامي بتروح بتجي في أسامي عم تطلع بعتقد فيه كتار أسامي اللي عم تطلعي هيك بسرعة أسامية كأنه كمان عم تكون مأزية لألة أكتر من نافع يعني عم تحرق لفراسة عم تضائل من فراسة بالوصول أو حتى يكون من ضمن هالأشخاص اللي هني معقول يتم انتخابهم على موقع رئيسة الجمهورية حضرتك مين بترشح؟ مين بتلاقي الأوفر حظم كمان ما في شخصية محددة بالنسبة لألنا نحنا إذا بتقليلي رأيي بفضل دائما شخصية قريبة لرأينا السياسي وبنعرف نحنا من طالب النظام الفيدرالي فالأشخاص اللي أقرب لهذه الفكرة أنه بيقامنوا أنه صرنا بموجودين ومش صرنا صلنا مئة سنة هيك عم نستعمل معادلة من إلا سفر زائد سفر بتساوي سفر فمعنا شخص معين إذا الشخص هيدا عنده هالفكرة هيدا يعني ما عنا شي بالشخص مع حدا بتقليلي بدي يكون نظيف ما بعرف هلأ كل فيهم بركة وكل كمان ما أثروا محلات معينة من ناحية سلبية بس طالما فيه مشروع واضح بيأمن الاستقرار للبنان نحنا مع هايك شخصية بتكون هلأ فيه أسامي عم تنطرح عنده بعد عنده بعض الإدراع على حديث أنه تقدر تدفش الأمور ببعض الإيجابية بس كمان لنكون وعيين إذا ما كان فيه إرادة دولية كمان ما رح تقدر هالعملية تكون ناجحة يعني رئيس الجمهورية بنسميها المقاربة هيدا نتكل على شخص شخصية أو شخصانية ما بتأخر كتير ولا بتقدم كتير هل أنت مع رئيس فوق الطواف على غرار ما دعا لأقوله البطريارك الراعي فوق الطواف هلأ البطريارك الراعي ما بعرف هون شو المقصود بفوق الطواف أكيد هلأ بأي موقع الواحد رسمي بدي يكون بدي يعرف حاله بدي يتعاطم على الكل ما كفي يكون بيتعاطم من منطق في قوي لحاله بس بزيت الوقت كمان ما حدا بيرضاها أنه ما يكون ممثل لبيئته ولمكونه وإلا ما بيقدر ينجح حتى مع الآخر يمكن الآخر يتقبله يعني اليوم يجي اعتبري عنده المكون السنة يمكن تزمط أحيانا بتصير شخص ما بيمثل السنة ما رح تكون عندك اليوم منوع من الميسائية ومنوع من العدل حتى انسي موضوع الميسائية نفس الشي عند الشيعة نفس الشي عند المكون موحدين الدروز ونفس الشي عند المسيحيين فاليوم عندنا نجي نحكي بشخص بدي يكون بس هون ما بيمثل إلا حيسية مع صغيرة وما قالوا لا لون ولا طعم لا شو خلينا بلى رئيس أفضل هل أنت مع اجتماع للقيادات المارونية إذا فيه هدف واضح إيه بس إذا بدي يقعدوا يطاقوا بزر ما بعرف قديش بدي تكون نافحة بدي كميما يشيلوا الفرودي ع بعض حتى لهالدرجة سرنا منخاف عليهم هلأ اجتماع إذا فيه هدف واضح استراتيجي رؤية كل شيء إيجابي بهالأطار حواري ممكن نترجع عنه شيء إيجابي ليش؟ لا بالعكس مشجع عليه بس إذا بدي يكون له هدف أنه حدا يستغل الوضع لحاله ما بعرف هل رح برأيك نشهد بلاد للحكومة بالقريب العاجل؟ مستبعد هالأمر ما فيه أي مؤشرات لو عم بيصير فيه اجتماعات من هون ومن هون ممكن هلأ إذا صار الديل وتم توافق على الأمور العلقانة كل حدا ضمن حسطه ضمن نفوذ معين ايه بيتفقوا توجهت بوقت سابق لنقب عسحالي حسن خليل بكلام جريء وتمنيت تجريده من حقوقه المدنية والسياسية هل هالشي لأنه تهجم على الفيدرالية يعني أهو بيستفزك أكتر تهجموا على الفيدرالية أم يعني الاتهامات يعني اتنين أكيد تهجم أول شي على الطرح بيعني كتير بهالماحل نحنا ما بنسكوت لحدا بزيت الوقت كمان مسيرته أنه بيعلق على موضوع نظامي حقه أي حدا نعلق على شي ما بيعجبه يقول عجبه أو لا بس علقنا عليه ما أنت كمان زلمي متهم وجي بدك تنمر وتعطي والدعم لأستاذ مدرسي على الكل وبزيت الوقت ما أنت صفتك حمرة لو تحكمت كنت تجرد من حقوقك المدنية ومحلك الفعلي هو السجن الحبس أقل شي الحبس فإذا سبت تتهمته أكيد وزلمي تهرب من أنه يتحقق معه فبيتفعلت لتأكيد أنه الزلمي بيحكم غيبيا بهالحالي بيتحكم كمان هون في سؤال للقاضي بيطار للقاضي هو بدعي عام مش للقاضي بيطار لوضيح لأنه من واجب بالقاضي بيطار حط محل شفناه بعدين اختفى ما بعرف ليش ما عاد بيان بزيت الوقت كان فيه هون نعرف القضاء اليوم وضعه تعيس مش من اليوم من زمان زمان بيتحمل مسؤولية معينة هون شو اللي قصاتت فيه بإشارتك إلى أنه صور الأقمار الصناعية المخفية لأنفجار المرفأ سرعت بملف الترسيم اليوم صار في عندك ممسك على أفريقا وفي عندك ملف مهم الي حد ما هو ملف الترسيم فعندك أمر الصناعي مش عم تذكر اسمه الفرنش الساتلايت في عندك أمر تابعي كان للبنتاجون اسمه أتلاس 5 لقطوا عدة فيديوهات وصور وفجأة ما ظهر شي منها فبرأيي أنه هاي الأمور اليوم تاخدت بمحل الماء لا تدفع بتسريع ملف الترسيم بزيت الوقت كان نعرف نحنا في كتير قرائن ما رح نقول دلائل على الإسرائيليين وهيدي يمكن بدأ حلقة لنحكي عنا لحالة عن تدخل ودور الإسرائيلي بين فشار بيروت